اشتركوا في القناة قد القامع لوزير خارجية دولة إسرائيل كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة مملكة البحرين لأول مرة مؤكدا أن افتتاح سفارة دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين يعكس اهتمام البلدين بالدفع بعلاقات ماثنائية نحو آفاق أوسع بعد مرور ثلاث سنوات على التوقيع على اتفاق المبادئ الإبراهيمية مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات الأمنية والتجارية والثقافية وغيرها بما يعود بالخير والنفع على البلدين من جانبه أعربى سعادة وزير الخارجية عن سعادته بالمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لسفارة دولة إسرائيل في مملكة البحرين باعتباره حدثا مهما يرمز إلى الالتزام المشترك بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية التي تخدم المصالح المشتركة وتسهم في إشاعة السلم والأمن والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة مؤكدا أن مملكة البحرين كانت ولا زالت منارة للتسامح وتعزيز التعايش الإنساني والاحترام المتبادل وتؤمن إيمانا راسخا بقوة الحوار والتفاهم لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أهمية تعميق المساعد الدبلوماسية وتطوير التعاون الثنائي عبر مختلف القطاعات مشيرا إلى أن إنشاء هذه السفارة الجديدة يطلع بدور محوري في جهودنا التعاونية اشتركوا في القناة